الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى هم من أهل الصفى اشتعل بهم النور ومن طفى اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين ما بعد فيا أيها المؤمنون ينبغي على المؤمن إذا دعا ربه جل فعلا أن لا يستعجل العقوبة في الدنيا فبعض الناس ربما لجهلهم ولشدة خوفهم من عذاب الآخر يدعو الله تعالى أن يعجل له العقوبة في الدنيا وقد تكون العقوبة شديدة النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين يعني راح زار واحد مريض من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ يعني ما بقى فيه والو خفت وشيان وضعاف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم ورح زار هذا الرجل وشافوا ما بقى فيه والو كما قولوا قال له كش ما كنت تدعي شيء ولا تسأل ربي شيء قال نعم قال له كنت ندعي ربي وكنت أقول الله ما كنت معاقبي به في الدنيا يعني يا رب العقوبة لكنت راح تعاقبني بها في الآخرة أقول ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا يعني يعطيها لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه قال له لو كنت أن هذا الصعيب عليك أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار قاله لك قال اللهم آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار قال فدع الله له فشفه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا إخواني الله بارك فيكم لما الواحد يدعي يدعي جبادي الأدعية وبعض الناس يتمنى المرض لا يجوز لك أن تتمنى المرض في حياتك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنى لقاء العدو وكان وهب ابن منبه رحمه الله يقول لأ إن أعافى فأشكر خير لمن أن أبتلى فأصبر إنسان يسأل الله العافية فعلم أو فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال قل الله ما أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار فنحن مطالبون بالسؤال الله العافية ولو يعجل الله تعالى لنا العقوبة بالمرض وبغير لها لكنها فالأمراض يكفر الله تعالى أن العبد بها الذنوب والخطايا لكن ينبغي على المؤمن أن لا يدعوها ربه جل وعلا أن يصيبه بالمرض نسأل الله تعالى أن يعافينا جميعا الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر